السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم بإذن الله تلخيص قصة سيدنا ادريس او تعبير ملخص عن قصة سيدنا ادريس طلب مني من احد من تابع القناة يريد تلخيص قصة سيدنا ادريس يكون التلخيص يعجبوا سطور مناسبة انا اضفت هنا مقدمة وخاتمة اذا اردتم تعبير يعني ممكن تأخذوا هذا الموضوع سيدنا ادريس هو احد انبياء الله تعالى وثالث الانبياء بعد ادم وشي عليهما السلام وكان يعرف ايضا باسم اخ نوخ ولد سيدنا ادريس في بلاد بابل وعاش في زمان قوم عاد وكانوا قوما ظلموا وطغوا فدعاهم سيدنا ادريس الى عبارة الله وحدهم وترك عباة الاصنام ولكنهم لم يستجيبوا له بل سخروا منه وعارضوه فأوحى الله تعالى الى سيدنا ادريس ان يهاجر الى مصر فهاجر اليها وعاش فيها وواصل دعوته الى الله تعالى فامن منه بعض الناس بينما كفر به الاخرون وكان سيدنا ادريس رجلا عالما وفقيها وهو اول من خطب القلم وهو من علم الناس الفلك والحساب والهندسة ولقد اقرم الله تعالى سيدنا ادريس فرفعه الى السماء الرابعة ولم يعلم كيف حصل ذلك ولا متى حصل ولكن الله تعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم فقال بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا سورة هنا مريم الاية 56 و 57 خاتمة سيدنا ادريس من اعظم الانبياء والصالحين وتعد قصته من القصة الملهمة التي تحفز المسلم على التمسك بدين الله والدعوة اليه مهما كانت الصعوبات التي تواجهه وكذلك الاهتمام بالعلم والتعلم لان سيدنا ادريس كان رجلا عالما وفقيها اول ما نخطى بالقلم ابدأ هنا القصة نستفاد منها الاهتمام بالعلم والتعلم يمكنكم الاكتفاء لحد هنا اذا رد التلخيص اقل ولكن هذه ختمة للموضوع دروس المستفادة من قصة سيدنا ادريس اذا ردتم تلخيص اقل سطور قليلة اقل من ذلك يمكنكم التلخيص بطريقتكم تلخصوا هذه القصة ايضا بطريقتكم تعبير عن قصة سيدنا ادريس او ملخص سيدنا ادريس عليه السلام اشكركم شكرا جزيلا حسن الاستماع دنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة